السلام عليكم أساطير HD Action بطل فيلمنا يا أسطورة عميل سابق في منظمة خطيرة جدا بيقرر يعتزل ويعيش حياة هادية لكن أقرب حد لي بيموت بسبب هاكرز محترفين فبيقرر أنه يبقى عقابهم الحتمي وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع شخص اسمه آدم نحال بسيط مأجر مكان يا رب في النحل من ستة كبيرة وبيبنق أن الست دي بتحبه وبتعتبره زي ابنها وآدم كمان بيكنلها كل الحب والاحترام وبعد ما بيقف ويتكلمه مع بعض بياخد آدم النحل وبيدخل البيت أما صاحبة البيت فبتواجه مشكلة في استخدام اللابتوب وبتتصل بخدمة العملة لكن المكالمة بتتحول لفريق كبير جدا من الهاكرز وبيقرر المدير بتاعهم يخدع الست وبيخليها تكتب الباسورد بتاعها وبيسرق كل ما تملك في حساباتها البنكية وفي حين إن شركة الهاكرز بيبقوا فرحانين وبيحتفلوا بتبقى الست الكبيرة قلبها هيقف من الصدمة أما آدم فبيكون بيجهز الشمع وبيطلع منه العاسى ليعبيه في برطمانات وبالليل بيروح للست الكبيرة علشان يديلها برطمان لكنه بيلاقي الباب مفتوح وإنذار الحريق شغال وكمان بيشوف مسدس واقع على الأرض وفجأة بتيجي فيرونا بنتها اللي بتبقى شرطية في المباحث الفيدرالية وبتهدده بالمسدس علشان يقعد على الأرض وبتكلبشه لإنها مفكرا حرامي بس ساعتها بيتصدموا هم الاتنين لما بيشوفوا الست أنهت حياتها لكن فيرونا علشان ما تعرفهوش بتتهموا إنه هو اللي موتها وبتخلي زميلها ياخدوه عينه بصماته لإنها شكة فيه وبعد ما بياخدوه بتدخل فيرونا البيت وبتلاقي اللابتوب مفتوح وكل حسابات أمها متصفرة وهنا بتتأكد إن أمها موتت نفسها من الحصرة وعلشان كده تاني يوم بترجع أدم البيت وبتدخل وراء علشان تعتذر له وبتطلب منه إنهم يتكلموا مع بعض وبيروحوا على البيت بتاع أمها وبتشكروا على اهتمامه بأمها وبتعرفوا إنها كانت بتحبوا علشان شبه ابنها اللي مات في الجيش وبعدين بتقولوا إن فيه منظمة احتيال سرية أمها لكن المباحث الفيدرالية بيدوروا عليهم من فترة طويلة ومش لقين أي دليل وراهم فبيسيبها آدم وبيروح يتصل على واحد زملته علشان تجيب له عنوان الشركة لسرقة السك وهنا بنعرف إنه عضو سابق في منظمة خطيرة جدا اسموهم النحالين والتاني يوم على طول بيروح على المكان وبياخد معاجر كنين بنزين وبيوقف قدام الحراس اللي بيستهزاؤوا بكلامه وبيضربهم هما الاتنين بطريقة احترافية جدا وقوة ملهاش أي مسيل وبيدخل لموظفة الاستقبال وبيقول لها تخلي المكان لإنه هيولع فيه بعدها بيطلع للهاكرز وبيحط البنزين على الأرض وبينصحهم إنهم يمشوا من المكان لكن طبعا كله بيستهزئ بكلامه فبيمسك واحد منهم وبيهبت دماغه في الترابيزة وبيقضي عليه ساعتها كل الموظفين بيترعبوا وبيهربوا من المكان وهو بيروش البنزين على كل الأجهزة لكن المدير بتاعهم بييجي معه حراس وبيهدد آدم إنه هيخلص عليه لو ما خرجش بس آدم بيعلن القتال عليهم وبيبدأ يضرب فيهم بكل وحشية لحد ما بيقضي عليهم وبيبص في عين المدير اللي بيبقى مرعوب منه وبيركب جهاز تفجير في التليفون علشان أول ما يجي لهم اتصال المكان يتحول لرماض وبمجرد ما بينزل آدم يركب عربيته بييجي اتصال والشركة بتنفاجر وراه وبنروح بعدها بقى لمدينة بوستون في مجموعة شركات دانفورس اللي بيبقى صاحبها شاب باسمه ديريك وبيبقى هو صاحب فكرة النصب من الأساس وبتجيله مكلمة من المدير اللي كان هيموت من آدم وبيعرفه كل اللي حصل فبيقفل ديريك معه وبيكلم جزء أمه اللي اسمه والاس وبيطلب منه يجيب له معلومات عن الشخص ده لكن والاس بيرفض يساعده لأنه مش عاوز يشغل دماغه بمشاكل ساعتها ديريك بيتصل بالمدير وبيخليه راجع كشف الأشخاص اللي سرقوهم ويعينه الأضرار اللي حصلت وبيخليه يجهز كمان فريق من أمهر القتلة على الناحية التانية بيرونا بتصحى من النوم بمكالمة من زميلها في الشغل وبتروح على طول تعاين الانفجار اللي حصل في الشركة وبتعرف من زميلها إن الشركة دي تبع هاكرز نصابين فبتطلب منه يجيب لها كل المعلومات عنهم وفي نفس الأسناء بيكون المدير راح لبيت الست الكبيرة ومعات تلات قاتلة مسلحين وبيشوفوا آدم وهو بيركب العربية وبيروحوا وراه فوراً وبيضربوا رصاص على خلايا النحل بتاعته وبيضمروها وده اللي خلاه ياخد باله منهم وبيسبقهم على المكان بتاعه وبيشغل كل المكان اللي عنده علشان ما حدش يسمع صوته وبيستناهم لحد ما بيقعوا في الفخ برجليهم وبيهجم على واحد بنفكه وبيكتم صوته وبيلف سلسلة على رقابته وبيخلص عليه والتاني بيجي من وراه وبيمسك البندقية يحطها في بقه لحد ما بيخلص عليه تماماً واللي بعده بياخد منه البندقية وبيخلع منها المصورة وبيرشأها في رقابته ساعتها المدير بيبقى مزعور وخايف وبييجي آدم من وراه وبيقطع صوابعه الخمسة على المنشار وبيرمي في صندوقه وبياخد شنطته وبيمشي أما في رونا فبتعرف من زميلها أن في حريقة عند بيتها وهنا بتتأكد في رونا من بطاقة واحد من القاتلة أنه امتبع شركة الهاكرز وبتطلب من المساعدين يدوروا على آدم وبعدين بنشوف المدير قاعد في عربيته بيعيط وبيتصل بديرك يعرفه اللي حصل لكن ما بيلحقش يكمل كلامه وبيلاقي آدم بيضرابه وبينزله من العربية وبيكتفه بشريط ماسك في عربيته وبيدور العربية وبيمشيها لوحدها وبيرميهم هما الاتنين من فوق الكبر اللي واقفين عليه وبياخد التليفون يرد على ديرك وبيعرفه أن الوقت اللي هيتقابله فيه هيبقى نهايته لا محالة ورغم أن ديرك بيبقى مرعوب إلا أنه بيتحامى في نفوزه الكبير وبيروح لوالس وبيعرفه أن المجرم ده يبقى نحال ساعتها الرعب بيتزرع في قلب والس لأنه عارف أنها منظمة خطيرة والعضو فيها عمره ما بيتخلى عن هدفه أبدا وبيبقى والس خايف يتدخل علشان ما يتحطش اسمه من ضمن أهداف آدم وفيرونا كمان بتعرف من زميلها أنه ما فيش حد في السجلات اسمه آدم أصلا وما فيش ثواني وبيجي لهم خبر أن الشرطة لقيت جسة المدير وبيروحه بسرعة ولما بنرجع لوالس بنلاقيه بيكلم أم ديرك اللي هي أصلا صاحبة الشركة كلها وبتعرض عليه أي مبلغ يحلم به علشان يتدخل ويحمي ديرك فبيوافق ولس فورا وبيتصل على واحدة صاحبته من أيام الخدمة وبيطلب منها تساعده علشان يتخلص من النحال اللي بيطارد ديرك فبتقفل معه وبتتصل على جماعة النحالين وبتعرفه بالليل في نفس اليوم أن النحال ده اسمه آدم وبتطمنه كمان أنها باعت تتحدي يخلص عليه وبعدها على طول بنلاقي آدم واقف في بنزينة وبتيجي بنت مقاتلة ركبة عربية وبتخبط العربية اللي هو ركبها وبتنزل معاها رشاش وبتغرب العربية آدم بالرصاص لكن بتلاقيه اختفى من العربية ومع وصول الشرطة على صوت الرصاص بتهجم عليهم هي كمان لكن آدم بيستغل الفرصة وبيجي من وراها وبيخنقها بخرطوم البنزين وبيكتفها وبيضربها بعنف شديد ومع ذلك ابتسامة الاستهزاء ما بتفريقهاش لحد ما آدم بيضربها رجل بيلزقها في العربية وبيختفي من قدامها ساعتها المقاتلة بتقوم غطبانة جدا وبتطلع رشاش بيستخدم في الحروب وبتغرب للبنزينة كلها بالرصاص لكنها ما خدتش بالها ان آدم جاي من وراها وخبطها ببرطمان العسل في دمجها وبيقرب منها وبيولع في العربية وبيقف يتفرج على جسيتها لحد ما بتتفحم وبيقطع عقلة من صبعها وبياخد عربية شخص واقف وبيمشي والبنزينة بتنفاجر وراه وفورا الاخبار بتوصل لصاحب تولس وبتتصل بيتبلغه وبتعرفه كمان ان منظمة النحالين قررت تبقى محايدة ومش هتتدخل مع آدم وفي اللحظة دي بيبقى والس مرعوب لكنه مش عارف يتصرف ازاي اما في اليوم التاني بنلاقي فيرونة وزميلها بيروحوا يعينوا لانفجار كالعادة وبتعرف ان المقاتلة ملهاش سجل زي آدم وكمان بتلاقي كتاب على تربية النحل في عربيتها علشان كده بتسأله على الطريق العكس بيودي على فين وبكده بتعرف وجهة آدم القادمة وعلى الناحية التانية بيعمل ولس اجتماع لمجموعة كبيرة من جنود الاستخبارات وبيشرح لهم في الاول خطورة مقاتل النحالين لانهم بيتعاملوا بطبيعة النح اما الاستمرار او نهاية الحياة وده بالضبط اللي مخليهم لا يهزموا اطلاقا وبيحفزهم انهم يعملوا اللي عليهم وبيجهزوا هم اسلحتهم علشان يحموا درك ساعتها فيرونة بيجيلها مكالمة من نائب مدير المباحث الفيدرالية وبيبلغها انه هيجي زورهم اما آدم فبيروح على واحد من الاماكن السرية بتاعت المنظمة وبيفتح الابواب ببصمة صباع المقاتلة وبيدخل ياخد كل المعدات اللي محتاجها وبيحدد مكان الفرع الرئيسي لشركة الهاكرز وبيركب عربية تانية وبيروح عليه في الوقت ده بيكون نائب المدير وصل وقاعد مع فيرونا وزميلها وبيعرف من فيرونا ان آدم في طريق البوستن ومن استنتاجاتها بتعرف المكان اللي هيروح عليه وبتطلب من نائب المدير قوات تدخل سريع فبيوافق على طلبها وبنروح بقى للفرع الرئيسي وبنلاقي المدير واقف برضو بالمايك يحدد الضحايا اللي هينصب عليهم في نفس اللحظة اللي بتوصل فيها قوات التدخل السريع علشان تأمن المكان لكن الجنود اللي عينهم والس بيمنعوهم من الدخول لانه معاهم تصريح حراسة وبيدخلوا رجالة والس للمدير وبيطلب منه انه يخرج كل الموظفين لكن المدير بيبقى كل هم الفلوس وعلشان كده بيتصل على ديريك ساعتها ادم بيقف وسط جنود التدخل السريع وبيقول لهم انه يبقى ادم وما فيش طريقة يدخلوا بيها المبنى غير انهم يولعوا فيه فبيستغربوا الجنود ساعتها لكن بيهجموا عليه فجأة بس هو بيبقى عامل حساب كل خطوة وبيفضل يضرب فيهم بسرعة كبيرة وقوة في نفس ذات اللحظة لحد ما بيوقعهم كلهم جرحة على الارض وبياخد واحد رهينة يدخل بيه المبنى ولما المدير بيتصل بديريك بيخليه هزق قائد الجنود وبيكبروا انه يخرج يأمن المكان من بره ويسيبهم يكملوا شغلهم لكن محدش فيهم خد باله ان ادم واقف اصلا بين الموظفين وواحد جنبه بيشوف سرطه في الصحف فبيضربوا ادم بسرعة بعدها بيقرب ناحية المدير اللي بيبقى كله همه الفلوس لكن رجالة والس بيدخله وبيوجهه على السلاح فبيمسك واحد من الموظفين يكتفه لحد ما كل الموظفين بيهربه وبيقوم خابط الموظف اللي معاه في الجدار وبيستخبى من الرصاص اللي بيتطير في كل مكان وبيدخل جوه المبنى ورجالة والس بيقسموا نفسهم علشان يمسكوه لكنه بيضرب واحد فيهم وبيستنى لحد ما اصحابه يقوله وبيشنق واحد من رقابته وبينزل من السقف وبيضرب التاني بالرجل بعدها بيخبطه في دماغه بكوة وبعدين بيطفي النور وبيشغل الانذار وبيستنى لحد ما القائد يقرب عليه وبياخد منه البندقية يرميها في الارض وساعتها بيدور بينهم قتال شرس جدا لكن في الاخر بيقدر ادم يخبطه بطفاية الحريق في وشه ومع وصول بيرونا وقواتها بيعمل ادم فخ في الاسنصير وبيخليهم يدخلوا كلهم وبيخلصوا الزخيرة في الهواء وبيقوم قاطع سير الاسنصير وفي منهم اللي بيتقسمه الصين والباقي بيقع لحد ما جسمهم بيتفرتك من الوقعة وبعدين بيروح للمدير وبياخد دباسة وبيفضل يخبطه في دماغه لحد ما بيعترف له على ديريك رغم انه بيبقى مرعوب من اللي هيحصله لو عرفه وبمجرد ما بيتشوفه فيرونا بيقول لها انه بينتقم لامها لكنها بتبقى شايفة انه غلط من ناحية القانون وبيجري منها لما بيحس بالجنود داخلين وبيروح ورز ميلها لكن ادم بيظهر له فجأة وبيوقعه على الارض وبيبقى لسه هيخلص عليه لكنه بيسيبه لما بيقوله انه عنده اطفال وبيهرب فورا بعدها بتحقق فيرونا وبتدخل تبص على الكمبيوتر وبتشوف صورة ديريك وما بتبقاش مصدقة نفسها من الصدمة ومن ناحية التانية بيعرف والس اللي حصل لجنوده وبيترعب علشان كده بيقول لديريك انه لازم يكلم امه علشان تتصرف رغم الاستهزاء اللي بيبان على وش ديريك وعلى طول بيتصل بامه وبيقول لها انه هيجي يقعد معاها وهنا بنعرف انه امه تبقى رئيسة الولايات المتحدة اما فيرونا فبتبقى مش عارفة تتصرف ازاي لكنها بتقرر تكلم نائب المدير وتعرفه ان ادم بيطارد اصحاب شركة الهاكرز اللي بيكون رئيسها ديريك هو ابن رئيسة الجمهورية وعلشان كده بتروح فيرونا ومعاها عدد كبير من الحراس لمقر الرئيسة اللي هيتعمل فيه حفلة استقبال زوار علشان يأمنوا المكان ومن ناحية التانية بيلجأ والس لأسليب العصابات وبيجيب قاتل مأجور قدر انه يموت فرد من النحالين قبل كده لكن رجله راحت في المقابل وكل ده محدش حاسس بآدم وهو بيوصل على الشاط وبيدخل من بوابة الصرف الصحي بعد ما بيقطعها وبيطلع من البلعة تحت عربية من اللي داخلين وبيتعلق في العربية من تحت لحد ما الحارس بينزل يأمن فبيخلص عليه بسرعة وبياخد لبسه وبيطلع يمشي بين الحراس من غير محد يتعرف عليه وساعتها الرئيسة بتدخل على ديريك بتلاقيه بيطعاطى ممنوعات وبتسأله عمل إيه الآدم علشان يطرده كده لكن ديريك أصلاً ما الحقش يعرف حاجة من المدير والقاتل المأجور بعدها بيجيب رجالته علشان يأمن بيهم المكان لكن آدم بيعمل حسابه وبيحط قنابل في أماكن كتير وبيلبس بدلة وبيدخل الحفلة وبيأمن على أهدافه كلها بما فيهم فيرونا اللي بتشوفه وبتجري وراه وبتلحقه هي وقواتها وكمان القاتل المأجور ورجالته وبيخلوه يقعد على الأرض وبيهددو بالسلاح لكنهم ما خدوش بالهم من زرار القنبلة اللي في إيده وأول ما بيضربوا الفوضى بتنتشر وبيقوم فوراً ياخد المسدس من القاتل المأجور وبيبدأ يقتل في كل اللي بيجي قدامه وهنا بيدق ناقص الخطر للرئيسة وبتبقى مرعوبة ده لأن آدم محدش عارف يوقفه وبيموت اللي بيقف قدامه بطريقة وحشية وبنعرف وقتها إن الرئيسة كانت سايبة ديريك يشتغل براحته علشان يجهز لها الفلوس اللي هي عاوزاها لحملتها الانتخابية الضخمة اللي عاوزة تعملها وبيبدأوا اللي اتنين يتخنقوا قدام نائب المدير في اللحظة دي بيكون آدم اتخلص من كل الجنود وبيرميهم على السلم وبيدخل قوضة علشان يدور على ديريك لكن بيظهر له القاتل المأجور فجأة وبيهجم عليه بالسكينة لكن آدم بياخدها منه وبيبدأ يشرح في جسمه حتة حتة وبياخد المقبض الحديد اللي في ايده وبيغرز السكينة في رقابته وبيضربه القضية بالمأصف وشه بعدها بيطلع يجهز مفجر يفتح بي الباب عليهم لكن والس بيطلب منه انه يبعد عنهم ويعيش حياته من تاني لكن الانتقام بيبقى عامي آدم وبيكسر ايد والس وبيدخل القوضة عليهم ولما بيدخل بيلاقي ديريك موت نائب المدير ومسك مسدسه حطه على دماغ أمه ومن الباب التاني بتدخل بيرونا وبتوجه السلاح عليه ومن بينهم بيقرر ديريك يتخلص من أمه بسهولة جدا لكن آدم بيطلع مسدسه بسرعة وبيضربه طلقة في نص دماغه وبيجري نط من الشباك لكن بيرونا بتروح وراه وبتلحقه وبتقرر انها تسيبه يهرب لانه رجع لها حق أمها اللي ما كانتش هتقدر تجيبه وهو بيطلع شنطته من الراملة وبيلبس بدلة غطسه وبيهرب وبكده بيكون انتهى في الميناء يا أسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action